أهلا بك مونا أهلا بكم مشاهدين الكرام جمعة مباركة إلى هذا الموعد الاقتصادي بداية بقطاعي الطاقة حيث انخفضت أسعار النفط حوالي 4% لتسجل أدنى مستوياتها خلال شهر في سادس جلسة على التوالي من الخسائر بفعل مخاوف من اضطرابات اقتصادية عالمية وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذه هي أطول سلسلة خفاضات للنفط منذ أوائل جانبي عندما هبطت الأسعار سبع جلسات على التوالي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما دون 30 دولار للبرميل وانخفضت أقول عقود خام القياس العالمي مزيج برينت لأقرب استحقاق 1.78 دولار أو ما يعادل 3.6% لتسجل عند التسوية 47.19 دولار للبرميل وخسر برينت حوالي 5 دولارات أو حوالي 10% على مدى الجلسات الستة الماضية بعد التعديلات التي مست عصب الاقتصادي الوطني كثيرة هي الإصلاحات المنتظرة من طرف الوزراء الجدد خصوصا وزير والمالية باب عم حاجي وما سيوضيفه لحل المسائل المالية والنقدية التقرير لإيمان عياش انتهاج بعض الولاد لسياسة تبدير الميزانية في ظل الأزمة التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني جعل الحكومة توقف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات قرار يهدف إلى ترشيد النفقات وخلق الثروة على المستوى المحلي في حقيقة العمر مسألة تحول إلى المشاريع لتلبعد الاقتصادي والاعتماد على الذات والاعتماد على التمويل على البحث عن التمويل وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية ضروري جدا في المرحلة الراهنة تشجيع الاستثمار المحلي وتنشيط المناطق الصناعية باستقطاب مشاريع منتجة من القطاع الخاص تشكل بديلا عن الاتكال على الخزينة العمومية الولايات والبلديات تمتلك مؤهلات لكن للأسف الشديد أنها غير مستغلة وبالتالي هناك فرص ضائحة يمكن أن تستثمر وقضية الاستثمار المحلي أن يفتح الباب للقطاع الخاص ما هيش خزينة الدولة أو خزينة الولاية أو خزينة البلدية هي التي تتحمل عب تمويل الاستثمارات بل بالعكس لما يفتح المجال أمام القطاع الخاص في هذه المناطق الصناعية يمكن أن لا نعتمد كلية على اعتمادة الدولة الدفع بولات الجمهورية للبحث عن موارد مالية جديدة خطوة قد تنوع مداخل الحكومة وتوفر مناصب شغل جديدة وضمان إنتاج وطني إذا ما جسدت في مجال الاستثمار يشتكي المتعاملون للأجانب الراغبون في إقامة استثمارات بالجزائر يشتكون من صعوبة المناخ الاستثماري لدائرة يانيل بالبشير حد الكفاءة الجزائرية العائدة من المهجر التوغلة في هذا المجال المزيد مع سوريا شعلال قبل قرابة ست سنوات التحق يانيل بالبشير بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة هناك قبل العمل كمستشار اقتصادي وقانوني بعيدة بلدان ليصبح اليوم صاحب أربع مؤسسة تنشط في المجال مخطط الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية كان الدفع الليانين الذي اكتسب خبرة واسعة في المجال في انفراده بمساعدة الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر ولم يكن المناخ الاستثماري لا يخلو من الشوائب يجد يانيل صعوبات عدة خاصة فيما تعلق بالتعريف بالقوانين الاستثمارية الجزائرية للأجانب تح aim على ذلك الكفاءة جزائرية كان بإمكانه أن يجسد مشاريعه بأي بلد متقدم بالعالم غير أنه فضل العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في بناء اقتصاده نزيد من الأخبار الاقتصادية نوفيكم بها في نشارتنا اللاحقة شكرا لكم